إذن هذا الملف المثير للجدل المهم أيضا ننقشه على طاولة الرئيسة لهذه الليلة مع ضيفنا داخل الاستوديو المحلل السياسي سيد نوزاد الحكيم حياك الله محمد بك سيد نوزاد في النشاء الرئيسة قبل فترة شهدنا استهداف منهج لبطريك الكلدان في العراق والعالم سيد ساكو ثم يفجع العراق بحادثة الحمدانية ما الذي يحدث في الحمدانية؟ طبيعي قضية استهداف المسيحيين تستمر وسوف تستمر وكما قال المحافظ بوجود الميليشيات في المنطقة لأنه بالفعل أبناء بغديد وسهلنين ولا يحتاجون إلى هذه الأحساب والفصائل المسلحة سوى أن كانت مسيحية أو غير مسيحية وأتصور انتحاض الأهالي من هذا الموضوع والمطرانية أصدرت في كل مرة بيانات بهذا الشأن وآخرها المؤتمر الصحفي يوم أمس لسيادة المطران حنو بأنه لا يريدون أن يكون هذه الفصائل في المنطقة وسبق قبل ثلاثة شهر أو أربعة شهر وستة شهر أيضا الاعتراف على تواجد هذه الفصائل في بغديدة عديدا وخاصة المقاتلين الذين طلعوا وخرجوا إلى المظاهرة في هذه المدينة إذن هناك امتعار من تواجدهم وهذا ما أكده اليوم الأستاذ نجم الجبوري محافظ دينوى وأنا أتصور بأنه جميع الجهات تريد هذا الشيء إذن لماذا البقاء؟ إذن أين رئاسة أو دولة رئيس الوزراء من هذا الموضوع؟ وسبق وانطرح عليه قبل ستة شهر هذا الموضوع إذن لماذا لم يشكل لجانب هذا الصدد؟ أتصور إنها هي السبب للوصول إلى هذه الدرجة من الحادثة وتجاوزات أخرى إذن هناك امتعار لدى المسيحين هناك حالة نفسية متوترة والكثير من هذه الشباب يتحدثون عن الهجرة إذن لماذا لا تعالج دولة هذا الموضوع الحساز والأساسي في سهل نينوى؟ سهل نينوى بحاجة إلى بناء إلى تطوير نعم هناك الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لسنا في حالة حرب قبل وجودهم كانت في قضية داعج وغير داعج حتى الفصائل الإرهابية لم تبقى في الموصل الموصل تشاهد حركة عمران وتنمية فبصراحة العبارة المسيحين وهي الأمن والاستقرار وهي السلم المجتمعي وهي الأمان والاستقرار فلماذا هذه القوات؟ سبب تواجد هذه القوات هو تسألك هذا السؤال نعم هو هذا أنا أسألك وتسألني نفس الحالة والكل يسأل والكل يسأل إذن امتداد الدولة قبل أن نتحدث عن مغادرة القوات لهذه المناطق أريد أعرف شنو السبب تواجد هذه القوات في هذه المناطق شنو حاجة هذه المناطق لهذه القوات طبعا ليست هي المنطقة الوحيدة مناطق المتاخمة أنت تعرفون وضع صنجار وغيرها يعني تلكيف مثلا أو غير مناطق الأخرى مثلا تلوسقوف أو مناطق أخرى غير ليست في حماية الحجر الشعبي أو في مناطق الحجر الشعبي تشاهد استقرار أمني يعني لا يسأل هناك أي قوة أمنية أو قوية عسكرية فلماذا هذه القوة العسكرية موجودة نحن نريد بناء هذه القرى بناء هذه المدن يجب أن يكون هناك مشاريع تنموية وسبقة والمنظمات المحلية والدولية المسيحية وغيرها أكدت على هذه المواضيع نحن بحاجة إلى تطوير البنية التحتية لكثير من المشاريع الزراعية والفلاحية هذه الأرض الزراعية تحولت بين ليلة وضحاها والسيد المحافظ أكد على هذا اليوم بأنه لم يؤتل إجازات الرسمية وإستغل هذا الموضوع وأنا في نفس الوقت أتهم أتهم الدوائر البحلية أيضا لتقصيرها في هذا الموضوع يجب أن لا تقبل بهذا الموضوع وخصوصا هذه القاعة التي لم تكن بها أي شروط السلامة إذن الحكومة والمؤسسات الحكومية تتحمل جزء وصاحب القاعة هو المتهم الأول نعم وهي جريمة كبرى كما وصبها نعم هي جريمة كبرى وأثرت تأثير قوي ومعنوي على النفسيات وعلى المجتمع الأهالي يعانون الكثير نعم ولكن فاجات الحمدانية سيدنا وزاد هي نتيجة لتواجد كتاب بابليون المقصرين بصورة عامة يعني بعد طلب المحافظ بإخراج هؤلاء يعني هل سنجد آذانا صاغية لتنفيذ هكذا قرار وخصوصا بعد ما تم كشف خروقات هذه الكتاب نعم أنا أسأل يعني الحكومة دولة رئيس الوزراء القرار بيد دولة رئيس الوزراء ما طال المحافظة هو المسؤول الأول من الناحية الأمنية والعسكرية والناحية المدنية على المحافظة إذن هذا الطلب أيضا الأهالي ونحن نعتبر ككنيسيا المطران هو راعي الإبريشية وهب أب للكنيسة والرعية في قبغد طلبوا نفسه طلب فلماذا إذن لم يتحقق هذا الطلب لحد الآن لماذا لم يدرس أين هو مجلس النواب نواب موصل إذن أنا أدعو نواب الموصل كلهم متحدين بضرورة المطالبة أو أسرع وقد ممكن في جلسة خاصة حول الموضوع ونحن أكدنا على نواب البكون المسيحي ونواب نينوة بالمطالبة بجلسة استثنائية حول الموضوع بحاجة إلى جلسة استثنائية نحن لسنا بحاجة إلى بعض القوانين التي تدرس بين ليلة وضحة نحن لدينا ظرف طارئ هناك حداد رسمي استمرت ثلاثة أيام بسبب فاجعة يجب دراسة موضوع الفاجعة في البرلمان وإعطاء القرارات اللازمة حتى تقوم الدولة بتنفيذها الحكومة بتنفيذها وأنا أتصور في حالة وجود هذه الجلسة سوف يكون له رأي آخر وسوف نشاهد بأنه التصويت على هذه القرارات هل من مصلحة الوطنية العراقية ستثبت لدى الكتل النيابية التي لا تمثل جميع أبناء أشياء كتل توافقية طائفية مقيدة تمثل في البرلمان إذن هناك يجب هذه المطالبات أن تصبح شرعية في البرلمان تبدأ وتنتهي بالحكومة نعم طيب ذكرت بأنه حضرتك تتحدث بلسان حال المسيحين بصورة عامة نعم ماذا تتحدث بصفتك الشخصية فقط كأسادنا وسادة ذكرت بأنه هذه المناطق سهلني نوى بصورة عامة هذه المناطق بحاجة إلى ثورة عمرانية بحاجة إلى توفير أجواء تساعد على إعادة الإعمار في هذه المناطق أجواء تتمتع بها لاستقرار والسلام وربطت هذا الكلام بإبعاد أو إخراج الفصائل المسلحة ومنها بابليون من هذه المناطق نعم جميع الفصائل سؤال هو هل تمنع هذه الفصائل المشاريع الثورة العمرانية إعادة البناء نحن في عسكرة المجتمع حاليا نعيش عسكرة المجتمع إذن يجب أول شيء أن نتخلص من هذا الموضوع كما حدث في داخل المحافظة تنعم باستقرار وأمن وهناك مشاريع استثمارية وهناك تطور في البنية التحتية نحن سعداء من نشاهد مدينة المصر بهذا العمران سبب سؤال السؤال نعم أكو علاقة بين المكاتب الاقتصادية المتواجدة في سهلني نوع ولها ارتباط بهذه الفصائل المسلحة وهي اللي جاء تتحكم بهذا الملف ملف الإعمار والبناء نعم أكيد هناك تدخل من الغرف الاقتصادية أو أي مكاتب الاقتصادية للكتر شنو المكاتب الاقتصادية للكتر مدى أفتهم عليها هاي أول مرة تعداد لعدوين الدولة لعدوين الدولة ليش العزاب تحكم والميليشيات تحكم والفصائل تحكم هل من المعقول نحن بعد داعش بعد انتهينا وتم تحرير داعش منذ ست سنوات حد الآن هذه الحسكرة للمجتمع لماذا تواجد هذه الناصر أو الفصائل إذا كانت محلية عراقية أو غير عراقية أيضاً لحماية أجابك لحماية المكون المسيحي كما يدعون ليست لحماية المكون لماذا المكون المسيحي لا يعتجي لأي حماية الفصائل اللي جاء تتحدث عنها بابليون جاء تتحدث باسم كل المسيحيين المكون المسيحي بحاجة إلى أبناء يحكمون نفسهم بقضية الشرطة والجيش وكما قال سيدنا الباطريغ إذا تذكر الكاردينال نحن لسنا بحاجة إلى ميليشيات نحن نتوجه وندعو أبناء شعبنا للانخراج في صفوة الشرطة والجيش العراقي اللي هي مؤسسات وطنية عراقية ليس لدينا أي ميليشيات وليس لدينا أي فصائل والقوات المسيحة لا يوجد قوات مسيحية لأنها لا تمثل المسيحية نحن المسيحيين ليس لدينا قوات سوى القوات الرسمية والمؤسسات الرسمية مؤسسات الأمن والجيش والشرطة المحلية هذه هي تكفي لحماية المنطقة وتكون مشاركة أبنائها بنفسها بهذه القوات وليس الكتلة الحزبية وبن يمثل المسيحيون ولكن من يدعي تمثيل المسيحيين نفس الوقت يكونوا بتجاوز الإسلام على عربي المسيحيين هذه خيارات أخرى للكتل هذه قضية انتخابات هذه قضية استثمار اقتصادي ضد أبناء شعبنا لأنها قضية الكتلة تدعي لمصالحها وليس لمصالح شعبنا يعني سبع أساقف سبعة أبرشيات موجودة في سهلنين وطرفض إذن أين الدولة من هذه المطالب كما قلت تم تهجير غبطة الباطر أيضا من بغداد إذن أين إلى أين يصل وضع المسيحيين يعني نسكت على هذه المرحلة طبعا يجب أن لا إذا لم تقم الدولة بواجبها بحماية المسيحين الدولة والحكومة سوف يكون لنا رأي آخر وهناك محاولات من اليوم بدأت وسوف تنتهي بأنه بمطالبة التدخل المجتمع الدولي لحماية هذا جزء المتبك ما هي التحركات التي من اليوم بدأت يعني قضي مو من اليوم هي مطالبات أي بدأت قبل فترة أي وقضية الباطر يرغ وإلغاء المرسوم الجمهوري وحاليا هذه الفاجعة الأليمة هناك مطالبات رسمية بدأت في أوروبا وتنتهي في واشنطن وهذه المطالبات من حق المسيحين أن يطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة حماية مناطقهم التاريخية في سهل نينة وخصوصا في بغدادة وسهل نينة وعموما يعني هذه المطالبات أتصور بين الواقع الفعلي نتلمس بأن الدولة العراقية الحكومة العراقية لم تحمي المسيحين ولم تستطع حماية المسيحين وأي ادعاء كاذب للبقية نحن لا نتحمل هذه المسؤولية لأن الكنيسة إذا كانت تلدانية أو سريانة أو آشورية ترفض تواجد هذه الفصائل وترفض قضية الميليشيات المسيحية نحن نؤكد ليس لدينا ميليشيات كما أكدها غبطة الباطريارك وكما أكدها راعي إبريشية بغدادة للسريان الكاتوليك وأيضا للسريان الأرثودوكس الكل متحدين وكل مطالب واحدة وأيضا الأعزاب المسيحية الخمسة في الموجودة كانت لديها نفس المطالب إذن يجب أن نتحرك بسرعة وأنا مسؤول على كلامي كناشط مدني مسيحي أطالب كل المؤسسات المسيحية وكل منظمات المجتمع ودنيا وكل الأعزاب والمؤسسات الكنسية تتوحد وسوف نقوم بإجراءات لعمل مؤتمر قومي عام لغرض دراسة الوضع في ساهل نينوى بعد كل هذه التطورات وأتصور من حق المسيحين أن يكون لديهم حقوقهم ويتمتعون بحقوقهم ووضح القومية والدينية نعم المحللة السياسية سيد نوزات الحكيم شكرا جزيلا لك